مساء النور والهنى على أحلى جمهورنا كيف تتصدق النساء وأكثرهم ربط بيوت وما عندهم شأي فلوس إذا سمعنا بفضل الصدقات نتأمل ونتمنى ونقول إزاي وننفلسها ربنا أمرنا نحن النساء بالصدقة تحديدا من بين سائر الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقان وأكثران الاستخفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار وبتزيد الحصر والخوف في انفسنا طب الحل بسيط إن فضل الله واسع وقرم ليس له منتهى فلم يجعل الصدقات محصورة في الأموال فقط بل جعل كل أبواب الخير صدقة وإليك أمثلة للصدقات المتنوعة فكل تهليله صدقة وهي قول لا إله إلا الله وكل تكبير صدقة وكل تسبح صدقة وكل تحميده صدقة وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنقر صدقة افتحي بريدك كل يوم وتصدقي وإرسلي كلمة طيبة لكل من تعرفين فالكلمة الطيبة صدقة تبسمك في وجه زوجك وأولادك والمسلمين صدقة رقعتين من الضحى تعادل 360 صدقة امسكي عن الشر فهو صدقة تصدقي بعرضك لمن سبك أو اختابك فإن الله يقبل صدقة المتصدق بعرضه امنع الأزعان الطريق فهي صدقة ألقي السلام على من تلاقين اطعم خادمتك ما تطعمين نفس فهو صدقة اطعم طير أو دبة أو إنسان فهو لك صدقة اقرمي ضيوفك فهي صدقة ابزلي العنو المساعدة البدنية والمعنوية فهو لك صدقة احتسبي ما سرق منك فهو صدقة اطلب العلم وعلميه وانشريه فهو صدقة بأي طريقة السماع أو القراءة أو الكتابة حسب استطعتك شرب من الماء تسقيها للعطشان صدقة وعايز أقول لكم إنكم حشتوني جدا 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 من قصتنا اللي فاتت تعالوا بنا ناخد عشر حسنات ونصلي على سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام وما تنسوش تدعمونا باللايك وكمنت الحل ويلا بسرعة بسرعة نشوف قصتنا بتقول ايه بعد مرور كاميو مع الأحداث الأخيرة اللي حصلت في القصر عزم رجع البيت في نص النهار وكأنه هربا من شغله علشان يشوفها ما كانش عايز يلفت اللي انتباه لي وخصوصا مش عايز والده ياخد باله النسب شغله مخصوص علشان مراته وإيه المشكلة لو اشتق لها وقرر يرجع ياخد قراء من الدلال كأنها بقت إدمان ياه كان فينه وبقى فين عزم صفون اللي ما كانش فارق مع أنسا على وش الدنيا بقى مش قادر يستحمل ساعتين على بعض من غير ما يشوفها سحرت له من أول ما ينوقعت عليها وكأنها بالنسبة لي الهوى اللي بيتنفسه كان طلع السلم لكن وقف على سوت والده اللي كان بين دالي عزم عزم عضالة شفيفه بغيظ إنه انكشف حاسس إنه هيتجنن في يوم من الأيام بسببها عزم مش بنادع لك يا ابني إيه اللي رجعك بدري كده عزم لفه وبوصل بابا إزيك يا حبيبي عامل إيه أنا بخير الحمد لله بس بسألك إيه اللي رجعك بدري كده إنت نسيت حاجة أه آه نسيت ورق مهمة جدا بعد إذنك بقى علشان الحق كان طلع السلم لكن صفون اتكلم أنت رايح فيني يا عزم المكتب تحت عزم بصله بديء لكن صفون ضحك بخبص شكلك نسيت حاجة مهمة في قطك خلاص اطلع بس ما تتأخرش عزم ابتسم لأنه أبو نسخة خبيثة منه لكن معنى كلامه إنه رضعان حلا طلع بسرعة السلم لكن شاف بنت خرجة من قوضة حلا فاتكلم بجدية إنتي مين البنت وقفت قدامه أنا أميرة يا عزم بي بنت الخدمة الجديدة هي حلا هنم جوة إنت عارفها ولا إيه حكايتي أو يا عزم بي مش البيضة المهلبية دي يا لهو يا بي دي مو الزم ألوزة كده وإشتة هي بختك والله يا عزم بي يا رب رزقنا بالحلاوة دي عزم رفع حاجة ببدهشة وهو شايف أميرة كأنها شرب حاجة مش مظبوطة وهي منبهرة بجمال حلا كأنها مستة زيها لكن ما فيش جمال زي جمال ست الحسن والدلال غصب عنه دحك وهو بيفتح الباب وبيدخل قفل الباب وراه لكنه وقف مزم وهو شايفها لبسافه استنقه صير حلا أول ما شافته بتسمت حبيبي وحشتني قوي بس جيت بسرعة هو أنا وحشتك ولا إيه إيه الجمال ده كله يا حلا هو أنت كنت يوقف كده قدام البنت اللي اسمها أميرة عندها حق تقول إشتهم ألوزة هي قالت لك كده أصلا انت وحشتني قوي قلت كفاية إن كنت منك كده عليك اليوم إن اللي فاته بسبب موضوع مرة عمك بحبي تدلع أنا بحبك قوي يا عزم وبموت فيك لا ده أنا دايبة فيه حلا من هنا ورايح مش عايزك تقف قدام الشغالين كده أنت فهمه حضر يا حبيبي أنت تؤمر والله في الآخر هتعمل اللي في دماغك بتسبتني وخلاص أنا سبتك خلاص أنت حر أنا هغير لو أنت غيرا قوي كده وفي نفس اليوم بالليل حلا كانت نايمة وهي سكتة وحسة بالسعادة إن بعد اللحظات السيئة اللي هي مرت بيها أخيرا فرحت وخصوصا من وقت ما رجع لها قدامي كل وبالأخص والده عزمي بتسم وهو شايفها بتتسم بتفكر فيه حلا فيك هو فيه طب أقول لي إيه رأيك نسا في رسكندرية كم يوم كده بكرة مثلا حلا قعدت قدامه بيجدي يا عزم بيجدي قلب عزم بس يا خوف أنه رحنا قضي يومين ونسوق فيها وما نرجعش وتضحك علي وتخلينا نفضل هناك شهر أنا بتحك عليك يا عزم طبعا أقول لك إزاي بتضم بقك وشفيفك بحركة جميلة وبزعل وضحكة خفيفة وانا ما يهنش علي زعلك ولا نيهن علي زعلك يا زيزو ربنا يخلك لي وما يحرمنيش منك يا فرولة أطعهم صد خطة على الباب وأميرة بتكلم من برا عزم بي فيه اتنين بنات تحت عايزين القشطة اللي انت متجاوزها حالة دحكت غزبا عنها وعزمت غزبا أميرة البنت دي قصدا والله انت متفقة معها لا والله أنا أصلا إستعرفها النهاردة بس شكلها لزيزة قوي أميرة من برا يا بي مش وقته فيه ناس مستنية قم تحت أجلوا الحاجات دي البعضين البنت دي لسنها متبر منها بس إزاي بتتكلم كده خلص بقى يا عزم خلينا ننزل نشوف مين عايزنا الواحد ما بقاش عارف ياخد رحته في البيت ده حالة بتسمت وقامت غيرت هدومها نزله سوا لكن اتفقق بوجود فاطيمة بنت عمها ووصل بنت خلتها بسرعة سابت عزم ورحت لهم وحضنتهم بساعدة فاطمة قالت حملي يا حلا يا حبيبتي أنا بخير الحمد لله انتوا عاملين إيه وحشتوني قوي بخير الحمد لله انت عامل إيه أنا عالي لعل قوي تشربوا إيه تتعشوا إيه الأول قال حمد لله يا حبيبتي ووصل بصت لعزم اللي قرر يخرج ويسيبها تعد معهم جزف مزة قوية بنتي حلا يلهو علي أمر والله طب تلمي بقى علشان خلاص بقى ملكي يا خاصة ووصل وفاطمة ضحقوا على شكلها وهي غيرانة ووصل قالت يا هي حلا كان حد يصدق ان كل ده يحصل انك هتتجوز على الزم فكرة زمن لما كنت تجيب لك سرته وقلت ان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامتشغلت القرآن حلا فتكرت وجهة نظرها فيه وازي ما كانتش بطيقه فضحكت بخفة ما تفكر اني شي اوصل دي كانت أيام ما يعلم بها لربنا شكلك ديف دوب والله ما هو جوزي لو ما دبتش فيه هدفي مين يعني وصالب تسمت وحلا بصت لفاطمة عم يعمل اي يا فاطمة وعمل اي معك بابا بعد اللي حصل تعب وما بقىش يتحرك ولا يقوم من السرير ولولا البيت اللي عزم جابوا لنا كان زمننا مرميين في الشارع وسوسا بعد اللي حصل طلبت الطلق من عزيز وفعلا طلقها لكن رحب مرته الأولى قررت تفضل معا وطلبت منه يتغير وبصراحة هم متغيروا بعد اللي عزم عملوا فيهم وكأنهم عارفوا ان الله حق انا اسف يا فاطمة كل ده بسببي لأ طبعا يا حلا ما تقولش كده بابا غلط في حقك كتير قوي في الأول لما تخلى عنك لمجرد انك معرفتيش تغذي ورسك من باباك الله يرحمه وبعد كده لما قرر اني يشترك معهم فازيتك وبعد اللي عملوا فيك وما فيش واحدة تقبلوا على نفسها ومع ذلك انت خليتها عزم يدلهم بيت شكرا يا فاطمة شكرا بجد شكرا انك فضلتي وشكرا انك رحت لعزم وخلتي يلحقني من اللي كنت فيه انا مديونة لك بكل اللي انا في دلوقت ما تقولش كده يا حلا احنا اخوات وممتك الله يرحمها كانت زي امي واحني كمان وبعد انخلص ربنا ظهر الحق وكل واحد اخذ نصيبه اوعدك انه يكلم معزم لو فعلا عزيزة تغير هخليه سادق ويفتح له صفحة جديدة ان شاء الله خير يا حلا صحيح عايز اقولك حاجة ولي طبعا هو معتصم دا اي حكايته حلا ابتسمت بخبسة وصل وهم بيبصلها فاطمة بخجل على فكرة ما تفهميش غلط هو بس اصله تقضم لي وطلب ايدي من بابا وانا يعني بسألك عليه وييرأيك فيه طلب ايديك بس ده اكيد قال لعزم لانه مسحب قوي يعني عزم عارفه ما قال ليش وصل قالت مش وقته دلوقتي المزدد اي حكيته حلا بدأت تحكي لها عن معتصم وانه شاب قويس ومحترم وبدأ يتكلموا لحد ما الوقت اخدهم واننسوا نفسهم وهم ما بيتحقوا وتاني يوم في اسكندرية حلا كانت قاعدة على سطح الياخت وهي منبهرة من المكان وخصوصا انهم وصلوا الصبح لان عزم اصر انهم يسفروا من الفجر علشان يوصلوا ويرتحوا شوية وبعدها ياخدها ويتفسحوا كانت لابسة فستان لحد الرقبة وشعرها مفروض بحرية ولمسات نادل بحر كانت حسنها حرة وخفيفة جدا عزم كان قاعد وهو مبتسم عزم المكان هنا حلو قوي انا عمري ما تخيلت ان اسكندرية بالجمل ده كله ولسه لما تتفرج عليها كلها تنبهر من جملها بس انا عايز انزل المية فممكن بقت قومي تغيري علشان ننزل العم اغير اقيد مش هتنزل البحر في فستان على العموم عمل حسابك وجايبلك بميه انما ايه جنان لقى الكيس فالبسه والظهر يبقى مفتوح عزم انت قليل ادب بجد عزم فضل يضحك عليها وبطل تضحك بلش استفزاز وبعدين انت بطل مبسط مثلا لو حد شافني لبسك كده ليه هو حد قالك ان مرفت وبعدين المكان هنا خاص وما فيش غنة يعني مستحيل حد يشوفي كده غيري وبعدين انا عايز اقولك انه ما يشارعي عزم علشان خطري والله لو عملت ايه انت حرة والمرة دي هزعل بجد علشان بفوت لك كتير عزم انا مش عايز اعوم قدر موقفي تم تقدر انت موقفي ونجزك والله اف انت عنيد عزم قام وتكلم بجده هندك حق انا فعلا عنيد وبعد شوية عزم كان واقف برا وهو بيتكلم في الموبايل لكن سمع صوت خطوات رفع رسوله وبيبصلها وانصدمه وشوب تسامة وهو شايفها جنبه عزم افل الموبايل بسرعة ايه الجمل ده كله متجوز امر يا ولاد عزم انا عايز اغير مش مرتاحة كده لو سمحت وبعدين انا ما بعرفش عوم والله مع ان اسماتك مع ان اسماتك وانت بتكلم مع غني مه انك كنت بتروحي مع بابك الغرداء وهو اعلمك العوم افعلا بس تكن زمن قوي وبعدين انا حسن انا متوترة خلاص يبقى لازم اعلمك السباحة انا ولادي لازم يتعلموها انا مش عايز اجيب لهم مدربة ما تخافش يا بطة انا مدرب شاطر قوي حلا فضلت تضحك وهو سقف بايده اشتع ليه وبعد دقيق كانت بتضحك بسعادة وهي بتعم معك رغم ان هي كانت فرحانة جدا والوقت بيعدي بمنتهى الجمال وبعد ثلاث شهور فادل اضحى المبارك حلا كانت في الصراية غيرت هدمها ولبست عبيلونها نبيتي شك جدا عايز اجي معك وانت بتدبع حالشان خطري قلت لك لا يا حلا وبعدين انا مش هكون لواحدي وفي رجاله يكونوا هناك وانا مش ناقص انه واحد يبصلك بس كده ولا كده احنا فعيد بلاش تخلينا نكد عليه وبعدين عايز ايجيب معي بالعبية لم فصل جسمك دي ايه دي حلا النهار دعيد مش يا عزام عزام ابتسم وطلع ما حفظته طب مش عايز عديتك لا مش عايزة منك حاجة بجد انتي اسية اوي هفضل في التعب والارحق ده بعد الشر عنك من التعب يا حبيبي مين قال اني مش وغد بالي من تعبك ده انا كنت نويه لك على ليلة صباحي ايوة كده يا فرولة ده العيني ده انا غلبان المهم قد يستي البنات عديتك فتح ايدها وحط فيها مبلغ وهي ابتسمت بسعادة كل سنة انت طيبة يا حبيبي وانت طيبة يا حبيبي انا هنزل دلوقتي علشان بستنيك تحت في الجنينة علشان نضحي عايزك تتفرجي اخرج تقفي في المندرة تتفرجي ومش عايزة المحشارة واحدة بين من شارك حل عيدلة التطرحة حلوة كده امر يا حبيبي وهي دي المشكلة حل وقفت في المندرة بتتفرج عليه لكن فجأة العجلة نضح عزام في بطنه وحطي ايده على بطنه حل شهائد برع وهي شايفة الموقف وبصراع خرجت وطلعت من المندرة على الجنينة وهي مرعوبة صفوان قال انت كويس يا عزام مفيش حاجة كويس حل خرجت وهي بطايت رحت ناحيته واتكلمت برع عزام انت كويس بطنك بتوجات عزام بصلها بغضب وغيرة وهو شايفها وقفه قدامه بعباية رغم خوفها ورعبها انه يكون حصل له حاجة لكنه مسك ايدها ودخل بسرعة الصراية وهو بيحاول يسيطر على شيطينه اول ما دخله سب ايدها وتكلم بعصبية انت زي تتلعي كده انت جن انت هو انا مش منبه عليك ما تخرجيش وتفضلي في الزفت المنظرة انا اسفة بس لما شفت العجل بينطحق خفت وما فكرتش هي بطنك بتوجعت ملكش دعو بالزفت الوقتي ان شاء الله موت اهوا من انك تخرجي بالشكل ده عزام انا كنت خايفة عليك خايفة عليك تبقي تخليك وقفة مكانك بدل ما اطلع عملك مصيبة وقتلك حد الزفت العبية دي ما تخرجيش بها من القضة تاني انا غلطا اصن اني وفق عزام بلا عزام بلا زفت اتفضل على قضتنا لحد ما جي تبها وخرج وهو بيحاول يتمالك عصابه حالة كانت طلع قضتها وهي خايفة علي ونفسها تطمن علي لكن حست انها ديخة ومش قادرة تسلوب طلها وفعلا بعد لحظات واعت على السلم وفضلت مكانها وهي حسب دوخة اميرة كانت دخلة لكن شهائت فجأة اول ما شفتها وقع على السلم وبين عليها بتعب بسرعة رحت ناحيتها وساعدتها تقوم وطلعت قضتها كانتها تنادي على عزام لكن حالة مناعتها وهي بتعيط سيبي دلوقتي اميرة انا كويسة بس دخلت شوية وبطني وقاعد معلش املي لي حلبة او حاجة دف يشربها حضر منعني وبعد شوية اميرة بسرعة حزم بي في اميرة مدم حالة شكلها كده تعبانا انا لما دخلت لقيتها وقع على السلم وكنت انا دعلى حضرتك بس هي قالت لبلاش طعب انا ملها بس رعت لعلى قضتهم لقاها نايمة ومسكة بطنها وحسب وقع مالكي حبيبتي في ايه مفيش حاجة شوية مغس وهيروح الحالهم هو انت بطنك وقعتك لما نتحق يا ستي سيبك مني انا والله انا كويس انا هكلم الدكتورة مالش لزم يا عزام وبعدين النهار دعيد وايه المشكلة يعني خلنا نطمن برضه وبعد مدة الدكتورة كانت كشفت على حالة وبصت لعزام وبتسمت بهدوء في ايه دكتورة الف مبروك يا عزام بي المدم حامل حامل بجد او والله عزام دحك فجأة وهو مش مسدق الدكتورة خرجت من القوضة الف مبروك يا فرولة الله يبارك فيك يا حبيبي سفوان دخل وهو فرحان الف مبروك يا عزام الف مبروك يا حالة عزام قام وحضر وهو فرحان الله يبارك فيك يا حاج الله يبارك فيك يا عمي النهر دا عيد يا أولاد أنا هقول للرجالة يتبحوا عجلين كمان لازم نفرق على البلد كلها كل سنة وانتو طيبين الجملته وخرج منه القوضة بسرعة وهو فرحان إنه هيشوف زرية ابنك مبروك يا أمو العيال الله يبارك فيك يا حبيبي فرحان يا عزام إلا فرحان ده أنا حاسس إن أسعد بناء دم على وش الأرض هو أنا كنت أحلام بكل ده أنا فرحان أوي حلا وفرحتي دي علشان ابني أو بنتي ده هيبقى منك أنت يا فرولة حلا أنا بموت فيك وأنا كمان وبعد تسعة شهور قاعد جنبها وهو شايل لولاده وهو بيحمد ربنا على كل النعم اللي هو فيها أولهم ووجودها معا وإنه أخيرا نعمل عيلة بجد وما زالت حلا سجينة عشقه ولكن سجنته بإرادتها بكامل رغبتها سجينة عشقه وكان معكم نسمى في سجينة عشقه وكده تكون خلاصت روايتنا واستنوا أني في حكاية ورواية تانية كتير دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته